اشتركوا في القناة وموها جلالته إلى ما تتمتع بها السيدة أوزلايا من مكانة وخبرة في هذا المجال مما سيساهم في رفع مستوى التعاون بين دول العالم في مجالات التربية والتعليم والثقافة مؤكدا جلالته على عمق وتاريخ علاقات التعاون التي تربط مملكة البحرين مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو باتت الفرنسية المغربية أودري أوزلايا المديرة الجديدة لمنظمة الأمم المتحدة للتعليم والثقافة والعلوم اليونسكو بعد تفوقها على منافسها القطري حمد بن عبد العزيز الكواري وحصولها على ثلاثين صوتا لتصبح خلفا للبلغرية إيرينا بوكوفا التي تولت المنصب عام 2009 ولدت المديرة الجديدة في الرابع من أغسطس عام 1972 في العاصمة الفرنسية باريس وتنحدر أوزلايا من عائلة مغربية يهودية مثقفة من مدينة الصويرة إذ يعمل والدها أندري أوزلايا مستشارا لملك المغرب محمد السادس بعد أن كان مستشارا لوالده الحسن الثاني وبعد تخرجها من الجامعة وحصولها على شهادة الماجستير في علوم الإدارة عام 1994 وشهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة لانسكتر البريطانية كرست أوزلايا حياتها لدعم وتطوير الثقافة في فرنسا واستغلت المناصب الكبرى التي شغلتها لتحقيق ذلك وفي حياتها المهنية تولت أوزلايا منصب رئيس مكتب القطاع السمعي والبصري العام في فرنسا والمسؤول عن استراتيجية وتمويل المنظمات في قطاع الإعلام كما تم تعينها في منصب المستشار الثقافي للرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند وكانت المسؤولة عن الثقافة والاتصالات في حكومته من 2014 إلى 2016 ثم وزيرة للثقافة في حكومة مانويل فالس وطوال هذه الفترة وضعت أوزلايا خطة لحماية التراث المهدد بالضياع في المناطق التي تشهد نزاعات وحروب وعرضتها على مجلس الأمن الدولي كما أطلقت خطة دولية لتعزيز التنوع الثقافي من خلال الكتب وأدخلت قوانين جديدة للمساواة بين الجنسين في المراكز والمؤسسات الثقافية في القانون الفرنسي وشددت على ضرورة حصول كافة المواطنين على فرص للتعليم